رجل في الأربعين من عمره متزوج من سيدة تقية ويمتلك محلا كبيرا للبقالة أنجبت زوجته طفلين ولكنهما توفي بعد مرض أصابهما ثم أنجبت طفلا ثالثا وأصبح عمره سبع سنوات فكانت تخاف عليه كثيرا ودائما تدعو الله في سجود كل صلاة وبعدها أن يحفظه الله كانت هذه الزوجة الصالحة لا تعلم أن زوجها لا يتق الله في عمله حيث كان يغش في الميزان ويبيع السلع بأسعار أعلى من ثمنها ولا يصبر على معصر أبدا وحين علمت بذلك من جارة لها وتأكدت من صدق كلامها حزنت كثيرا وعاتبت زوجها وأكدت له أن غشه للناس من أسباب الحزن الذي يخيم على بيتهما ومرض ابنيهما ووفاتهما وأصرت على ترك البيت إن استمر على هذا الحال وأقسمت بأنها لن تأكل طعاما من ربح حرام في اليوم التالي مارض الطفل مرضا شديدا فأسرع الزوجان وذهب به إلى المستشفى وبعد ساعة شعر الزوج بصداع شديد فغادر المستشفى وترك زوجته مع ابنه ثم ذهب إلى محل صغير بالقرب من المستشفى ليشتري علبة سجائر فأخبرته السيدة التي تقف بالمحل أنها لا تبيع شيئا محرما وقبل أن يغادر المحل وجد رجلا فقيرا يشتري من السيدة أرزا فإذا بها تعطيه الأرز بربع الثمن دون أن تخبره بالثمن الحقيقي وبعدما غادر الفقير المكان سألها الرجل لماذا أعطيت الفقير الأرز بهذا الثمن الزهيد فقالت له دائما أتعامل مع المحتاجين والفقراء هكذا فهذه صدقة تعودت أن أخرجها فبها أتم الله شفاء زوج المريض وحافظ الله أبنائي صمت الزوج قليلا ثم أخذته نوبة بكاء وفي هذه اللحظة سمع أذان الظهر فأسرع إلى المسجد وتوضأ وصل السنة والفرض وأعلن توبته عن كل ذنب اقترفه وقرر أن لا يترك فقيرا أو محتاجا إلا وأكرمه ثم ذهب إلى زوجته وابنه بالمستشفى فوجد زوجته تبتسم وتخبره بشفاء ابنهما فحمله منها وأقسم لها أنه تاب إلى الله ولن يغش ثانية ولن يأكل إلا من مال حلال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أرسل سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه سبعة من رجاله لاستكشاف أخبار الفرس وأمرهم أن يأسروا رجلا من الفرس إن استطاعوا وبمجرد خروج السبعة رجال تفاجأوا بجيش الفرس أمامهم وكانوا يظنون أنه بعيد عنهم فقالوا نعود إلا رجلا منهم رفض العودة إلا بعد أن يتم المهمة التي كلفه بها سعد وبالفعل عاد الرجال الستة إلى جيش المسلمين واتجه بطلنا ليقتحم جيش الفرس وحده حيث التف حول الجيش وتخير الأماكن التي فيها مستنقعات مياه وبدأ يمر منها حتى تجاوز مقدمة الجيش الفارسي المكونة من أربعين ألف مقاتل ثم تجاوز قلب الجيش حتى وصل إلى خيمة بيضاء كبيرة أمامها خيل من أفضل الخيول فعلم أن هذه خيمة رستم قائد الفرس فانتظر في مكانه حتى الليل ثم ذهب إلى الخيمة وضرب بسيفه حبالها فوقعت على رستم ومن معه بداخلها ثم قطع رباط الخيل وأخذ الخيل معه وأسرع وكان يقصد من ذلك أن يهين الفرس ويلقي الرعب في قلوبهم وعندما هرب بالخيل تابعه الفرسان فكان كلما اقتربوا منه أسرع وكلما ابتعد عنهم تباطأ حتى يلحق به لأنه يريد أن يستدرج أحدهم ويذهب به إلى سعد كما أمره فلم يستطع اللحاق به إلا ثلاثة فرسان فقتل اثنين منهم وأسر الثالث وأمسك به ووضع الرمح في ظهره وجعله يجري أمامه حتى وصل به إلى معسكر المسلمين وأدخله على سعد بن أبي وقاس فقال الفارسي أمني على دمي وأصدقك القول فقال له سعد الأمان لك ونحن قوم صدق ولكن بشرط أن لا تكذب علينا أخبرنا عن جيشك قال الفارسي في ظهول قبل أن أخبركم عن جيشي أخبركم عن رجلكم لقد دخلت حروبا منذ نعومة أضافري وما رأيت مثل هذا الرجل قط لقد تجاوز معسكرين لا يتجاوزهما جيوش ثم قطع خيمة القائد وأخذ فرسه وتبعه من الفرسان ثلاثة قتل الأول ونعدله عندنا بألف فارس وقتل الثاني ونعدله أيضا بألف والإثنان أبناء عمي فتابعته وأنا في صدر الثأر للإثنين ولا أعلم أحدا في فارس في قوتي وعندما رأيت الموت منه طلبت الأسر فإن كان من عندكم مثله فلا هزيمة لكم ثم أسلم ذلك الفارسي في الحال وعلم أن البطل الذي أذهل الفرس واخترق جيوشهم وأهان قائدهم هو طليحة بن خويلد الأسدي وأخبر سعدا كل ما يريد أن يعرفه عن أخبار قومه السابقين والذين أصبحوا أعداءه بعد أن أسلم وكان له دور كبير في انتصار المسلمين على الفرس يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون طبيب شاب عرف عنه الصلاح والتقوى أثناء دخوله صباحا بوابة المستشفى التي يعمل بها رأى رجلا مسنا ضعيف النظر وبصحبتهم رأة عجوز مقعدة على كرسي متحرك وكان يبدو أنهما ينتظران أحد ولما أنهى عمله بعد المغرب تفاجأ بأنهما لا يزالان في نفس المكان وعلى وجوههما آثار القلق والخوف فاقترب منهما وعلم أنهما في انتظار ابنهما الذي ذهب ولم يعد ولسانهما لا يكف عن الدعاء له بالسلامة وأثناء وجود الطبيب بجوارهما توجه العجوز للكفاتيريا المجاورة فذهب الطبيب إليه كي يساعده فوجده يريد زجاجة ماء وصعق حينما علم أنه لا يمتلك أي تنقود فاستأذنه الطبيب كي يشتري له الماء فوافق على استحياء فاشترى لهما طعاما وزجاجات ماء كثيرة وقبل أن يغادرهم الطبيب أعطته السيدة المقعدة ورقة قالت أن فيها رقم ابنها وطلبت منه الاتصال به حتى تطمئن عليه وتعرف السبب تأخره أخذ الطبيب الورقة فلم يجد سوى خمسة أرقام فيها فقال للسيدة يا أمي للأسف هذا الرقم غير صحيح فانتفضت السيدة من مقعدها وقالت كيف هذا لقد أعطاني بني هذا الرقم وذلك الجوال كي أتصر عليه في حال غيابه أخذ الطبيب الجوال من يدها فإذا به هاتف قديم لا يوجد به شريحة ولا شحن فقال في نفسه حسبي الله ونعم الوكيل أيها الابن العاق وحتى لا يلحظان شيئا من تأثره قال لهما لقد هاتفته وكان جواله مغلقا زاد خوف السيدة القعيدة على فلدة كبدها وترقرقت الدموع في عينيها وهي تدعو الله ألا يكون شيئا أصابه ظل الطبيب بجوارهما وكان الاب حين يرى أي سيارة سوداء يتهل الوجه كطفل صغير ويرقض نحوها وهو يقول لقد أتى ابني ولكن للأسف لم يكن ابنه من ضمن القادمين وعندما سأل الطبيب رجل الأمن الواقف على بوابة المستشفى عن ابنهما أخبره أن ابنه وزوجته أنزلوهما من السيارة الساعة التاسعة وأخبر المسؤولين بأن سيارة دار المسنين سوف تحطر بعد قليل لأخذهما فنزل الخبر على قلب الطبيب كالصاعقة وبعد تقائق جاءت سيارة دار المسنين لتحملهما وقبل أن تصل إلى الأبي وزوجته أخذهما الطبيب في سيارته وقرر رعايتهما هو وزوجته في بيتهما وأخبر الأبوان أن ابنهما سافر في رحلة عمل طارئة وسيغيب بعض الوقت وبعد شهر وأثناء وجود الطبيب في بيته فوجئ بشاب يبكي ويخبره بأنه الإبن العاق لأبويه وقال له الشيطان جعلني أوافق على طلب زوجتي وألقي بوالدي لدار المسنين وقد بحثت عنهما كثيرا حتى علمت من رجل الأمن بالمستشفى أنهما عندك أريد أن أراهما وأسجد تحت قدميهما ليسامحوني لقد خسرت كل شيء وامرضت زوجتي بعد عقوقي لهما وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ملعون من عق والديه شعر الطبيب بصدق كلام الإبن وصدق توبته فأخبره بأن والديه لا يعلمان شيئا عن دار المسنين وعليه أن يخبرهما بأنه عاد من رحلته لأخذهما لبيتهما وكم كانت سعادة الوالدين عند رؤية ابنهما وهو يقبلهما باكيا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر